أروح للكابتن أحمد سليمان نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق كابتن أحمد ده مساء الخير يا فن خير صحيح أحمد إزاي حضرتك أحمد صحيح أحمد صحيح أحمد صحيح أحمد صحيح الله يخليك تسلم يعني شايفت زي هذا الكلام التصرحات الأولى الصادرة عن المستشار أحمد بكري فيما يتعلق بمنع دخول أو إلغاء قرارات مجلس الإدارة السابق بمنع دخول بعض أبناء نادي الزمالك وحضرتك على رأسهم لا أنا معرفش أنا مش ممنوع أو مش ممنوع ده كلام كان بتداول كان بتداول على الأقل يعني إحنا كنا مندول على صارح استقرار نادي الزمالك وكنا شايفين أن استقرار نادي الزمالك مع الإدارة الحالية اللي أنا كنت أعضوا مجلس إدارة معهم وقدمت استقلت يوزة فأبعدت بيدي عن النادي خالص لأننا شفنا للناس دي خلاص هي الأكبر هي رياض النادي هم اللي يديروا النادي أكتر ولا دا على الصراعات وبعدنا لكن نادي الزمالك أي وقت كنت بتروح النادي بتزور النادي يا كابتان أحمد لا ما كناش بنروح ده عندما قدمت استقلت ما ودخلتش رساعة إما انزلت على انتخاباتها الرئاسة لأن كان في طبيعة شخصية للي بيديروا النادي يعني بموضوع مأمرة موضوع حاجة فإحنا من استقرار نادي الزمالك نادي الزمالك ده خط أحمر استقرار وخط أحمر بنسبالنا حتى لو مع شخص غير مرغوب فيه أو ضد رغبتنا لأن أما نادي الزمالك بيفوز دي حاجة بتعلينا إحنا كابناء ونادي الزمالك بيقد بطولات بتحاجة بتكبرنا إحنا كلنا فاستقرار نادي الزمالك ده شيء بالنسبالنا مهم معين كان حتى لو ضد رغبتنا ونادي الزمالك أما بطلبنا أي وقت بيلينا موجودين ومتلبئين يكفي إن أنا عملت تصرف كل مصر استغرابة اللي أنا عملته والحمد للنس شكرتني عليه أما في نهاية الصبر الأفريقي روحت لقطر وروحت شجعت نادي الزمالك في قطر رغم المساوي اللي كان بديت قال إن إحنا مش عارف مع ناس حد أبو سنيده وحاجات الكلام ده كله لكن أنا اللي كان هممني مش أحمد سليمان اللي بيتبلع عليه حاجات بكلام كان اللي هممني إن نادي الزمالك أحصل لبطولة الصبر الأفريقي اللي احنا كنا بفروض كنا هنعتذر عنها لكن بطولة هتكبر هذا الزمالك بوضف لها وعشان أنا عارف إمكانات فريق الزمالك كنت متطمت بالنسبة كبيرة إن الزمالك ياخد البطولة وسفرت وروحت شجعت الفريق وكان الحمد لله كان وشينا حلو عليهم وكان أهم حاجة إن الزمالك ياخد بطولة طب وليه ما روحتش شجعت الفريق في المطش الأخير ده لا ما تعرف بقى كان ده كلام ده قبل الكورونا قطر دي كان قبل الكورونا قل لي يا كابتن أحمد إيه رأيك في التطورات التي حدثت يعني من مبارح تشكيل لجنة لإدارة النادي إيقاف مجلس الإدارة السابق برئاسة الأستاذ مرتضى منصور يعني شايفها إزاي خلاص إحنا قلنا قلت تصريح حتى لو حد ضد الرغمية قبل كده ودعنا الاحترام كبير إن السكران النادي مع حد ضد الرغمية أنا موافق دلوقتي الدولة شايفت إن في أخطاء زهرة وعملوا خارجة الطريق لمدة سنة رغم إن أنا راجل أساس الجمعيات العمومية هي اللي بتدير الأندية وجبت 17 ألف صوت كان ممكن يبقى لنا أولوية في التعينات لإن إحنا حزن على سخة الجمعية العمومية اللي بدت لا إحنا دلوقتي مع الناس اللي اختيروا وإن الدولة قالت لمدة سنة متمثلة في الظهرة الشباب وإن في لجنة هتدير وإن هذا الزمالك مستقر لمدة سنة ده شابو بالنسبالي وده راحة نفسية معايا كان إذا كنت مع ناس مختلف معهم موافق إذا كان مع ناس تانية الناس جديدة وناس جاية محترمة أو أعضاء في النادي وبيحبوا نادي الزمالك برضو موافق أما حاجة لنادي يكون الزمالك مستقر طب وهل هيكون مستقرة في الفترة اللي جاية؟ طبعا النهاردة فيه ده ثلاثة قضاء كبار جدا ورأسها مع حاكم السئنافي عن في درجة وزراء تاني حاجة اللجنة الكرة اللي جات نجوم نادي الزمالك أدوا لنادي الزمالك وقيم موقامة في نادي الزمالك كابتين عيمان يونيس كابتين أشرف آسم كابتين أحمد عبد الحليم علي أسماء كبيرة في كرة القدم وإن شاء الله وكابتين أحمد مصطفى رجع تاني رمزي من كروزموز نادي الزمالك الكبار الدكتور كامال درويش لجنة حكماء فاحمة عمر دكتور محمد عامر نادي الزمالك مش أيها فعل أحمد سليمان ولا على نور الدالي ولا على أي حد طيب بس الفريق الكرة يا كابتين أحمد يعني فيه متشاد دلوقتي فيه متشاد دلوقتي مهمة يعني قال للفريق عايزي صالح جماهيرو بكرة أعتقد بكرة في معطلاء الجيش في دور أقل النهائي الكولتوريون مشي اللي هو الموديل الفني اللي هو عصب الكرة وجي بعديه بتشيكو ووصلناها أفريقيا وكان أدنى أو أدنى هو بطل أفريقيا ولولا التوفيق حال في النازل الأهلي إنه هو جاب هدف وقت القاتل ساهموا إنه لك الناس كلها رشحت الزمالك والأداء أثناء المبارب يقولين الزمالك اللي ياخد المطش ويقولينه ياخد القطولة وده شيء وارد الحمد لله ناردة فيه كفاءة عالية جدا موجودة في نجنة كرة جميل جدا دلوقتي موضوع مهم يعني ما تروح دلوقتي تجديد عقود اللاعبين والفلوس والحاجات دي إيه إيه التصرف فيها أنا لو مسؤول ومش قادر أجيب فلوس لنادي الزمالك أخد جنب أنا أحمد سلمان النهاردة لو موجود أقدر أجيب فلوس ملايين لنادي الزمالك يعني على السلسل أنا موجود لأننادي الزمالك اسم براند كبير جدا والحمد لله جربناه في الفين واربعتاشر أما كان نادي الزمالك عنده سنين عجاف وإذا نجيب شركة برزنتيشن وعملنا تسويق الرادي محترم لأن نادي الزمالك يقدر يجيب ملايين الملايين بإسم وإمكانياته وأنا ما عنديش أي مشكلة إن شاء الله أنا شايف مشابه مشكلة ما أديها في نادي الزمالك الدولة متمثلة تساند نادي الزمالك وإسمه وتسويه هيساهم فإن شاء الله مش شايف فيه أزمة وإن شايف إن فيش مشكلة في عود اللعيبة كلهم موجودة يمكن بس هم كان ساسي وأوباما هم اللي نقصين يعني على ما أظن يعني وذولتين اللعيبة فقط يعني فإن شاء الله الإدارة الحالية اللي عند سخطة فيها اللي بتديره بكرة كابتان أمان يونس قبل كده برضو جي مع الدكتور كمال وخده كاس مصر فترة ستة شهور الكابتان أشف أسم نجم كبير جدا كابتان عب حليم عليه نجم كبير هيداره يزبط كل الحاجة دي كلها وأسمها مش قلائلة دي مديونية على النادي حوالي أكثر من تلاتة وتلاتان مليون أي نادي في مصر أي شركة أي نادي أي اسم علي مديونية مصر مديونة في الصندوécole الدولي نادي الزمالك كله未ش كريبها مديون ويقدر يسوي مديونياته ويقدر يجيب فلوسه أي نادي عنده نادي الإسماعيلي نادي الاتحاد كل الاندية شركات كبيرة عندها مديونيات وتقدر تظبط نفسيها نادي الزمالك النهاردة عنده مديونية لا الدولة لازم تراها هذا الموضوع وتسيب الناس طيب يبدو انه الاتصال انقطع مع الكابتن احمد سليمان نجم الزمالك وعضو مجلس دارة نادي الزمالك السابق عموما شكرا جزيلا له